الحكم على النائب الأردني المفصول أسامة العجرمة بالسجن 12 عاما بعد إدانته بتهم خطيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم حكما بالحبس بحق النائب المفصول في البرلمان الأردني أسامة العجرمة لمدة 12 عاما بعد تجريمه بعدة تهم وتعود قضية النائب المفصول العجرمة إلى شهر مايو 2021 إذ وجه شتائم إلى زملاء الله في البرلمان ورفض الاعتذار عنها لاحقا مما دعا المجلس إلى أحالته إلى اللجنة القانونية النيابية التي أوصت بتجميد عضويته لمدة عام وتطورت قضية العجرمة إلى الفصل ولاحقا الاعتقال من السلطات الأردنية والمحاكمة إسر رفضه لقرار التجميد النيابي وتنظيمه لعدة مظاهرات أطلق فيها تصريحات مصيئة للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني ورموز دستورية تضمنت تهديدات صريحة لحياة الملك وقاد تجمعات شهادة اشتباكات مع السلطات الأمنية في البلاد وأصدرت محكمة أمن الدولة أيضا أحكاما بالحبس تراوحت بين 7 و8 أعوام على عدد من المتهمين الآخرين المشتركين معه في القضية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر